السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلو يا غلى بالوجوه الناير واحد صراحة قبل ما اتكلم سوفكم من مؤتمر واحد قبل ما اتكلم بيفرح بتواجده لما يبقى قاعد كده فوسط أخوات فضليات نساء الله مبارك تعرض علينا كذا حد من المبديعات وشغلهم الناس حبل همة اما بتبقى المرأة صاحبة همة بصوا بيقولوا ايه بقولوا معيار تطور المجتمع وتقدمه حال المرأة في عاملين صقفة تعلمة مفتوح قدامها مجالات تعمل فيها هنا نقيس معيار تقدم المجتمع درقم واحد فلما نجي نقول اي مجتمع ما نواته الاسرة ومين نوات الاسرة يقول لك رجل البيت صحيح مين بقى العمود اللي قايم عليه بعد رجل البيت يعني لكان فيه داتة كنت محضرها لكو شوات حاجات جميلة كده لكن مفيش جا تحاول اقول لكو انا كنت عايز اقول ايه بصوا بيت بيتهو الناحية دي ادي الزوجة والناحية دي ادي الزوج هو ده توازن لما يحصل استقرار في الاسرة هيتلّعلي مجتمع مستقر هيتلّعلي دولة مستقرة هيتلّعلي استاذيّة العلم بقى وكلام كبير يعني ايه مش وقته دلوقت لكن سيبقى حاجة تحفة جدا ايوه سيبقى حاجة تحفة جدا ليه؟ قصي لما بيتك هيتصلح انا كمان مستفيد يعني صلاح بيتك انا انا عيد عليّ وعلى اولادي وهم هيتلعوا لمجتمع يلقوا مجتمع وبره سوي مش يحسوا ايه ده دول بيجذبوا يا ماما ايه ده مش عارفة بيعملوا ايه io ريير فصلاح المجتمعات بصلاح المرآ طب تعالوا بقى الشين الحده دي يع Any Aya النساء بيذعلوا منها شوي وانه يعني صاحبتي مутى what I am وانا أحسّ بيتي اللي يخلي المرآة تستقر ايه يانا مين تآل ودعا لها يا الله مهنا امين منهم محاضرة بقى اللي يخل المرآة تستقر ما هي عشان اللوح ده ما يوقعش على البيت يهدوا وعلى الرجل وعلى اللي يخلي البيت يستقر والمرأة مستقرة نفسيا وعاطفيا. ثقة بالنفس. وعي. قادرة على الكسب. أيه كمان? الله 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 الله. أيها كده سؤسة اسمان بنا يبارد فيه. الأمان. ما هو الرجل هيجيبي الأمان هيجيبي الأمان. ماذا؟ دعونا نركزين في أهداف المؤتمر. فنظرونه بره الأمان. أمان نفسي. أمان زواجي. استقرار. دفع. أمان مادي. ما هو مش الأمان بس أنك معي وذلك لو خرجني ومستشن وفسحني وهات والأيال والبيت والمصاريق. لا مش ده فيه أمان مادي. زي ما بنقول فيه عنف لفظي. بنرفضه وعنف جسدي بنرفضه عندي عنف مادي. أعمل ايه؟ هو طاقته كده. مش قد أعمل ايه؟ كل ده أنا اللي بجاوب على نص الكلمة اللي قالتها أستاذة دين. هو ينفع أننا شارك اقتصاديا مع الأسرة ينفع. ينفع. طب هي كل النساء ولا تقاطي يعني أستاذ أسماء قال التقاطي وكان فيه أستاذة فاضلة برضو. قامت قال التقاطي يعني فيه حد يقدر وفيه حد ما يقدرش وضوابت عندي خمس ضوابت لخروج المرأة للعمل لكي نعيد الكلام. لكن. ينفع أشارك. طب هي تقاطي ولا يقدر عليها كل الناس. لو هي رغبة ممتازة وإيه كمان. ولما حكت الأخت قالت اضطرتني الظروف. أنا كنت بحييها ومبسط قبلها ليه نجحت. نجحت يعني طلعت من ظروف قاسية جدا ونجحت وشتغلت على نفسها صح ومحور الثقة اللي قلتين تسمك ايه؟ دكتورة. 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 أهلاً وسهلاً بك. دكتورة. ومحور الثقة والأمان. اتجمعت التلف تضلع هذا المثلث ده؟ أحس. فينفع شركة اقتصادياً وانزل؟ آه ينفع. لكن بشروطه قالوا ضوابتها الشرعية. وإيه كمان؟ ها. الله ، الله ، ممتازم. ممتازم. علشان انزل في ضابط عمل واقول انا عايز انزل سوق العمل اي حال هي ادت نموذج للسيدة زينب اول كنا لحقا بيه اطول كنا يدا الليل انها كانت بتتصدق بتلت وبتصرف على مشروعها تلت وبعدين تصرف على نفسها وبيتها وحالها التلت افضل افضل تقسيمة اقتصاد هدي اي حد اقتصاد اسلامي قول تلت 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 ممتاز جد ممتاز جد السيدة زينب اقول لك نموذج كمان بس انا عايز اخلي لكم نموذج في الاخرى عشان نطلع مشرقبين كده نحنا حلوة كده وعندنا همه وخلاص انا هنطلع نعمل بالدواب بس فيه اربع حاجات ما اعرف كون كون يكونوا خمسة لما هبكر اربع حاجات اساسيا علشان ما اعشف حاجتين يخسروني نفسي وبيتي وعيالي والذوء طبعا هو الخسر الرقم واحد ما هو لو انت اتدمرت نفسيا وعاطفيا ولي كملة الفراغات العاطفية يا عمي بلا بيمل ولا بتاع بس اقول الكلمة الطيبة وخلا شكرا جزاك الله خير امتطب علي اي حاجة ما يعرفوش انه ده بنزين للمرأة ما يعرفوش انه ده ذات ما يعرفوش انه وانا انا اشغال دوام اربع عشر ساعة تمنتاشر ساعة ما نمتش عشان كزا واجبلك وبحب ايام تشعال ده ها 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 نفضل نقول لازم نقول لازم نقول هنفضل نقول اي حاجات اول محور ابتدي بيه عشان اقول انا ينفع اشارك اقتصاديا وساعد زوج محتاجات وكفي اولادي ازيان اقول لك اجيب خضار واجيب المشعارش اه ان شاء الله تجيب اي اي اكفي نفسك باي شيء اول حاجة استعنى بالله سبحانه وتعالى قالها محور ايه واحفظه معي او لولى يكتب او تسجله ان شاء الله حاجات اللي سوف تنزل على اليوتيوب والفيسو والتباق. محور الاستعنى في احداثين بدا الله سبحانه وتعالى. ليه لان ان عبادة الاستعنى عبادة مامسية ما hablèش يعملها احنا بندع يا رب اعطيها دعاء لكن الاستعنى انا يا رب بحال قلبي بستعين بك على الامر ده ده رقم اثنين في الاستعنى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة الفاطمة وسيدنا عليه و يجب أن نحفظ هذا الكلام ، نحن مصدقين النبي او لا ، صلى عليه صلى عليه للقعدة والمقتبر ، صلى عليه وسلم كان عايزة خادم ايديه هبرت من الرحة ، ايديه هبرت ويعملها تتحن القمح والبتاع فقالت لسيدنا عليه في نفل جاي قول النبي عليه السلام يجيب لنا ، فوقف سيدنا عليه كده يستحن فقال له يا علي ، ايه ؟ قال له فاطمة تطلب يعني ايه ؟ قال انت بزهب انا جايب قال اذا اويتم الى فراشيكمه ، على الفكرة دي سنة منسية ، لو احيناها في المؤتمر ده والله انا يكفيني ده لو طلعنا من المؤتمر ده معين السنة دي انا مبسوطة جدا ، ومعيير انجاز فوق عندي فوق السبعين في المئة اذا اويتم الى فراشيكمه ، مرتك عايز اخدامها يا ابني ، عايز اعاني يا ابني ، عايز استعانها فسبحه ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبيره ثلاثا وثلاثين كم ؟ انتو الاثنين ليس هو الواحد ، يبقى اول محور نستعاني ، ثاني محور الارادة اللي قالتها ، مين قالت الارادة هنا ؟ ايوه كده في عقيدك كده تحكي الارادة ، انا عندي ارادة ان انا اعمل الامر ، اشوف ايه ؟ اشوف نمازج الناجحين امشي على خطواتهم انا ضد القصة دي ، يعني ايجي يقولك ايه ؟ في دورات مثلا الادارة او التخطيط للسراتيج ايجي يقولك امشي على خط الناجحين ، يا حبيبي والله ما ينفعش ، اللي ينفع مع غيري ممكن ينفعش معي والمرونة في اتخاذ الخطوات لخطة النجاح او خطة التنفيذ تنفع مع حد خلاف بيئة طيب ، يبقى اول حاجة الارادة ، عندي ارادة ان انا اعمل انا عندي ارادة انا عايز اقول لكم ان الفترة اللي احنا فيها ، فترة عصر المرأة ، عصر المرأة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى عندك بقى القوانين ما شاء الله مززباطة دلوات عليك ، عندك مش عارف حقوق ايه و بلجان ايه و بتاع ايه ؟ انا عندك غير كده و غير كده الرجال مطحون حتة بقى معلوش عشان مساكين مطحونين دوام في دوام و مش قادر و مش عايزك تقولي له و مش عايز يشوف في عميكي انت ما معاك بيصعب يتخنق ، مين قاعد ؟ مين بيربي انتي ؟ مين يعمل التكات والفراغات انتي ؟ عشان كده بقول انت مسكت دار بيت و مسكت الراجل من تحت عشان يمسك انت مسكت الدنيا كله كان نبس او ريكي الشريحة بقى نزل هلف على الناس فالارادة ان انا شوف نمازج النجاحين و قامش عليها طيب و شوف اللي ينسبني منها اخدها وبعد كده خلاص طيب ادي كده استعانه ها قولوا معي بق استعانه لا ما تنموش استعانه اراده ثالث حاجه تخطيط التخطيط في حاجتين برده كل حاجه عندنا اجمعين ترى التخطيط عايز ايه بتعرفي تعملي ايه ايه مهارة اللي ممكن تتاخذي فيها ايه بعرف اقول بعرف اشتغل بعرف ارسم على ازاز لسه موران حاجات تحفى الناس بتقول الازاز امي 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 يا حبيب تتكلم امي امي معباري بتقول لك التيك توك فلوسه مش عارف ايه وجاية حرامه بيرقصه طيب نعمل ليه محتوى رأس ما نعمل محتوى هادف عندنا هنا حد تيك توكر هنا اثنين مليون مشاهدة موجود شكرا يا فيه محتوى هادف جدا فيديو دقيقه السلام عليكم بنقول كذا سبحانك استفادوا بتعرفي تعملي ايه اللي بتبراع فيه مع تقوى الله والضوابط الشرعي لقيتها دكتور اسمان زي مين زي اخت بشر الحافل كان من التابعين الصالحين كانت بتغزل الغزل فضوء القمر فيجي العسكر يعسسوا يعني يروح يتفقدوا الشوارع بالليل فمعهم مشاعر خطيء ما تشتغلش لا تشتغلش في المشاعر ليس مال حلاة ما استفدت منه شفتوا الورع ليه ينفع اكون كده اه ينفع اكون زي سيدة خديجة تجارتها تعجل تجارة رجالة كورش كورلو سيدة اعمال رقم واحد تحب حبيبة ورومانسية ودعم الزوجة والله لن يضيرك انت بتقول ليه والله لن يضيرك بالثقة نتكلمش ثقة في عمل بس ده ثقة في اداء وثقة مع زوج ودعم دعم 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 من ثاني من الناجحين زبايدة زوجة هارون الرشيد اللي قالوا عليه والراجل كان بحج سنة ويعمل يغز سنة وزوجته الوقف التحى الى مبون الى الان في مصر وقف زبايدة زوجة هارون الرشيد اسمها ساقية الحجيج راح كده لقيت الحجيج بيعطاشه مشاعر راح اتعبدت الطريق ما بين الكوفة وما بين المكة نعمل طرق ونعمل فنادق وهي صاحبة فكرة الفنادق حاجات رحفة جدا اوعي تقول لي انا ما بعرفش اوعي تبقي قاعدة معنا هنا وحضرة وسمع الكلام ده انا اعرف واحدة حضارة المؤتمر ده كان كان يومنا 2019 او 2018 مش فاكرة انا جينا 2018 قبل 2018 عملوا مؤتمر لسيدات اعمال على الوطن العربي كل واحدة تطلع تقول قصتها كان في مرتر فندوق في مرتر وكل واحدة تطلع تقول قصت نجاحها جي واحد قام وجايب زوجته وقال عنوان النجاح احكي قالت احنا بدأنا بدأنا خمسه على ترابيزه كان 4 كراسي الخامس كان قاعد على الارض انا بقول لكم بعد سنه من العمل الخير والعمل التجاري البيزنس اشتغلنا فيه اللي ما تروح في السوق 10 مليون بس في كام يا جماعة في سنتين ولا ثلاثة بتقول من اول سنه ومص ابتدت الاربع ما فيه ايوه احمد ما اقدم وكانوا بيتكلموا كل واحدة بقول لك ترابيزه ما فيش مكان ترابيزه اربع كراسي والخامس على الارض. ما فيش حاجة اسمها مستحيل ما فيش حاجة اسمها ما بعرفش وانتي كمسلمة وليك هدف وليك مرجعية وعندك الله مبارك ان يعرف من الحضرات لهم من الفكر الراقي والله اه لا تقداري وقال تقول لي الكلام ده وقال تقول لي حاجة خلف كده انا بديك ادتك نمازجه يبقى استعانه واراده وتخطيط التخطيط منه ايه ادارة وقت ينفع واجبها السؤال استاذا ديني ينفع اشارك اقتصادية ودعم انتو ساكتين ليه كده بتبصوا لي استجابه اشارك اقتصاديا في الاسرة واعمل سوق عمل وانزل وما ضيعش اه ينفع بصي ايه الحل وامشي واطلع وخلص المؤتمر ادارة وقت مش ادارة الوقت سامحين تنظيم الوقت ادارة الوقت ايه انا بعمل كذا الساعة كذا وراح اقابل مش عارف عمر ونصور كذا ده ادارة تنظيم لا 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 الادارة كله بيعمل لها لي نصح بقى واخد الزتونة ايه التنظيم الي هو ايه اني انا اعمل دابل طايم وتريبل طايم في ال 24 ساعة اقولك انا اقولك. حاجة اسمها دابل طوم يعني ايه انا دلوقتي في المبخ الجميل اللي ما بيخلصي ولا الغسيل بيخلص تطبقي وتخسلي وتحطي وترجع تانية ايه يا جماعة ده. والموعين اللي ربنا يا ربي هتولاها من عنده. طب الحل ايه يعني هنفضل في القصة دي. تنظيم الوقت انا مبخ بعمل حاجة عندي فيه حاجة لازم يتعامل معي. يا حتسماعي محضرة يا حتفراغي محضرة يا حتراجعي ورد لازم اعمل ايه استفيد. انا جاية المكان من قدام دقتين. طيب خليهم خمس دقائق لله عز وجل يا ابن دقتين زوجة فردي خمس دقائق. لا بد باللالس او دقائق لي. رقم نالسون طب ده كلام تضغط من قصة وضغط من قصة. ان انا استغلي الوقت فاضية نفسه واستعمل فيه حاجة اثنين. هذا تنظيم الوقت. يبقى استعانى ارادة تخطيط تنفيذ. تنفيذ يعني ماذا اقومي. يعني اقومي أعمق خط قومي. سبط لي انت احدى محلك سرقة. ثلاث عصفير موجودين على الشجرة، اتنين منهم قرروا يطيروا على الشجرة الثانية، اتبقى كم عصفور هنا؟ ايوه كده، اصله قرر بس منافس جدعة متازة، لازم منافس خط مغابة من حضر يا جماعة، اللي جاء متأخر أحسن من اللي مجاش، المهم بدأي، اخر حاجة اوعي تخسري، الحاجتي اللي انا بقول لك عليها، اوعي اخسر ايه؟ اوعي تخسري قنصتك وقمومتك، اوعي في خضم العمل والدينو والمرواح ومبهدلة، شفت الكوميكس الفيديو اللي كانت على الكوبرة الدائري عندنا في مصر، ورجع وشعرها طالب، مين اللي قال بقى السترونج زفت مش عارفة ايه كذا؟ انا كده اوعي تخسري قنصتك، اعمل الامر وانت انت انسة، كلمة انت انسة، تتعامل مع الناس باحترام ولا يخدعنا بالقاء، اوعي، و تبقى سمتك الاحترام و سمتك الكلام، وفي نفس الوقت انت واحدة سيدة، لكن انسة قنصتك، اوعي فيها يا احمد، يا شربيني، ولا هو واحد، لكن اخسر قنصتك في خضام العمل، لا، تاني حاجة اوعي اخسر قممتي، اسمعوني دوني دقيق قنصتك، يعني ايه اخسر قممتي، المؤتمر ده معمول، اه انزلي سوق عمل، بس ما تخسرش الدور الاساس، اللي هو ايه كلكم راعي، وكلكم مسؤولة، والمرأة في بيت زوجة رعية، وهي مسؤولة على رعيتها، هو مين قليني بالله عليك، مهما تكوني انزلت، هو روح و اعمل و اخذ، مين هيبقى احنى على عيالك منك، سفر، مين هيعلم ابنك الفتحة غيره، اوعي، يفضل طول عمره ويعلم الاجر، ومتخدم زنها لحد شوفي من سنة ثلاث سنين لحد كان، مين يقدر يخلص ويقول، انا فعلا خريصا اعلم ابني كذا، انا طبعا مع التعليم الموازن، يعني سبك من النظام العلم، انا مع التعليم من المهارات الموازن للدراسة، مين اللي يعلم ابني المهارة الفتحة، مين اللي يخلّبني يتخلص من التعليم، مين اللي يخلّبني عنده صفر، حدّ بالله عليك، هيبقى يوجعوا الخطة اللي انت، انت، فلا تستغني عن قممتك ولا تستغني عن قنستك، وشوف النمازج بقى، وشوف النمازج الصالحة والنمازج الجيدة، يعني في النهاية ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبل منا وياكم، وتأخذوا الكلام ده، واعذروني على الإطالة، سبحانك الله وحمدك، اشهدوا اللي استغلتوك، أعطوك، أع شكرا